موسيقى أبنائي اليوم استمعنا للنص الإنجلي واسمعنا السيد بيحكي لكل واحد فينا ما الأيسر أن يقال أنول أسهل أنه ينحكى مغفورة لك خطيات أم قم وحمل سريرك ومشي يعني أنول أسهل مغفرة الخطايا أو الأعجوبة وبيجاوب السيد الأصعب والأهم هو مغفرة الخطايا وبعدين الأعجوبة هاي نقطة كتير مهمة وفكر روحي أباء كنيستنا القديسين اهتموا فيه كتير وركزوا عليه بالنسبة لنا ككنيسة شرقية وأباء كنيستنا القديسين اللي حافظوا على الإيمان باستقامة طيلة ألفين سنة اهتموا ونبهونا إنه مش لازم نحنا ننجرف وراء الأعجوبة لأن الأعجوبة يومياً موجودة في حياتنا ولازم نحنا نشوفها إنه نحنا لما منصحى من النوم هاي أعجوبة لما يكون في عندنا بيت اللي نروح في الآخر وننام عليه هاي أعجوبة في غزة ما عندهم تختي ناموا عليه بين ليلة وضحاها ما عندهم شي بقي غزة بدمرت بستة شهر طب نحنا مش أعجوبة إنه عندنا بيت مش أعجوبة إنه نحنا عندنا صح نأكل من نوكله مش أعجوبة إنه في عندنا أولاد وأحفاد وفي بلدنا في أمن واستقرار طب هاي أعجوبة اللي لازم ربنا نشكره من أجلها نحنا كتير مرات من ضخم الأمور وبالتالي منفقد الجوهر اللي هو دائماً بيكون بسيط النعمة في البساطة تكمن وعشان هيك إنجيل اليوم بنبهنا بوعينا إنه قديش أمور عديدة حوالينا لازم نشكر ربنا من أجلها ولازم نربي أولادنا حتى يتعلموا يشكروا من أجلها لأنها موجودة مع إنه كثيرين بيعتبروها هاي شي حاصل محصل يعني لازم تكون موجودة شو يعني إنه أنا بصحى وشو يعني أنا عندي بيت وتخت وشو يعني أنا عندي صحن وباكل منه لا يا أبنائي علمنا أولادنا بنمط غريب عن فكر الكنيسة اللي هو نمط دنيوي علماني رأسمالي فقط مننا نشوف الإشي اللي مش موجود عندنا وموجود عند التاني منقيص الأمور بمقييص دنيوية بشرية وعشان هيك فقدنا بركة البسيط وفقدنا نعمة القليل بطل في بركة كتيرين بيحكوا وهاي حقيقة عشان هيك قديش مهم إنه نرجع من خلال فكر روحاني حتى نقدر إنه نشكر ربنا لأنه الشكر بيورد أمور عديدة في حياتنا وبعطي لحياتنا قيمة بركة بصير نحس بوجودنا إنه نحنا موجودين لأنه نحنا منرتبط بالكائن اللي هو الوحيد الموجود اللي هو الله بعدم ارتباطنا بالكائن اللي هو الموجود نحنا ما منكون موجودين وإن كلنا عايشين هاي نقطة كتير مهمة لازم ننتبه لها نحنا فقط كل ما ارتبطنا مع الكائن أغن الموجود الله عشان هيك في إيكونة السيد شو مكتوب أغن الكائن يعني هو الموجود فنحنا وجودنا بيكون مرتبط بوجوده إذا ما ارتبط وجودنا بوجودنا نحنا وإن كنا موجودين ما بنكون موجودين وهاي حقيقة عشان هيك إنجيلي اليوم بيركزوا بنبهنا على مغفورة لك خطياك هذا الأصعب وهذا اللازم نهتم فيه كثيرين بيسألوا إيش يعني الخطية وشو معنات الخطية الخطية أبنائي بتعريف أباء الكنيسة القديسين القديس باسيليوس الكبير بيحكي الخطية هي أسطوحية إيش معنات كلمة أسطوحية يعني ما أصب الهدف يعني أن أخرج عن هدف حياتي أي شي بخرجني عن هدف حياتي هو خطية هدف حياتنا إيش هو هو الخلاص هذا هو هدف ما عنا هدف غير واحد هون نحن منحط أهداف كثيرة وحسناً نصنع ولكن وين المصيبة بتصير لما بتصير هاي الأهداف اللي نحن منحطها بتأخذ أولوية ومنهمل أو بتكون على حساب الهدف الرئيسي والوحيد اللي هو الخلاص ربنا ما عنده مشكلة معنا دائماً نحن بصير عنا مشكلة لما هدف حياتنا بيبطل الخلاص القداس الكمال فمعناته حطينا إشي تاني محل هذه الهدف مثلاً البعض بيحط الهدف أنه يتزوجوا أولاده أو آخر بيحط هدف أنه يتخرجوا أولاده من المدارس والجامعات بعض بيحط هدف أنه يكون يبني بيت بعد بيحط حدف أنه يكون عنده سيارة وإلى آخره من الأمور ما بدي أذكرها وأنتم بتعرفوها أحسن مني وكثير مرات هاي الأهداف اللي منحطها منحطها بقوالب بقوالب سعادة وفرح لإلنا يعني إذا أنا رح أوصل لهذا الإشي أنا بكون سعيد وهاي مصيبة أكبر لأن منحط الفرح والسعادة في قالب بشر دنيوي اللي هو زائل مش موجود فكتير مهم أبنائي أنه نهتم أنه هدف حياتنا هو الخلاص فأي شيء بيخرجنا عن هذا الهدف هو قطية وبالتالي أي شيء منحطه هدف محل هذا الهدف بصبح خطية مع أنه ما في مشكلة أكيد بدي أصلي أنه ربنا ينجح أولادي هذا جميل بس إذا صار هذا له قيمة أهم في نفسي من خلاصي هون المشكلة هون بتصير المشكلة عشان هيك هون منا ننتبه ودائماً بده يكون عنا هذا الفكر الروحاني عشان هيك نحنا منروح في عنا سر كبير اللي هو سر التوبة والاعتراف وهو سر مهم في الكنيسة إن نروح نكشف عن خطيانا ونحكي أفكارنا لأنه كتير مهم إنه ننتبه على ذهدنا على فكرنا إنه يكون مصنع للأفكار الصالحة مش للأفكار الشريرة وهون مسؤولية كبيرة أمام الهدف تبعنا يعني حتى نوصل للهدف تبعنا لازم يكون في عنا نقاء بدون النقاء ما منوصل للهدف عشان هيك بحكي السيد توبة لأنقياء القلوب لأنهم يعاينون الله فمعناته مننا ننتبه على أفكارنا كيف تكون لازم أفكارنا تكون مرضية لربنا ولازم ذهننا يكون مصنع للأفكار الصالحة مش للأفكار الشريرة وهذا شيء نهتم فيه أكثر إيش اللي ينزل لقلبنا في قلبنا مش لازم ينزل الأفكار الشريرة لازم تكون مصفايا عند القلب اللي تصفي أفكار الأفكار الشريرة وتزدتها برا القلب يظل نقي ليش حتى يجي ربنا ويسكن فيه لأنه هذا المهم أنه يسكن ربنا فينا ونكون نحن معه وهو معنا وهذا بيصير بداخل سر التوبة والاعتراف لما منروح عند الأب الروحي ومنعترف كثير أهم شيء لازم يكون عند الأب الروحي اللي نختاره أنه يكون إنسان عنده حصنية عنده أفكار حصنية يساعدنا حتى نولد أفكار حصنية ونرفض الأفكار الشريرة وشيء كثير مهم أنه مش لازم نروح عند الأب الروحي وكأنه رايحين عند فتاح أو فتاحة شيخ أو شيخة اللي بده يفتح لنا الفنجان أو بده يقرأ لنا الكف أو بده يحكي لنا في المستقبل شو أو بده نروح عنده كطبيب نفسي وكثير من الأباء بقعوا بهذا الفخ بفكروا أنفسهم إنهم أطباء نفسيين أو بفكروا أنفسهم إنهم هن صاروا يشوفوا المستقبل وهذا فخ بقع فيه الآباء اللي بعرفوا عشان هيك مين بتمم أسرار الكنيسة؟ نحن أبناء حاشة نحن عبيد اللي بتمم أسرار الكنيسة هو الله ومش لازم نسمح نحن لأنفسنا إننا نلغي وجود الله في أسراره المقدسة في أسرار كنيسته عشان هيك القديس أفاناسيوس الكبير بيحكي لا خلاص خارج الكنيسة ما تبحثوا على خلاص خارج أسرار وحياة الكنيسة كثيرين رح يحكي لكم والإنجيل نبهنا إنه المسيح هون والمسيح هناك وهي أعجوبة هون وهي أعجوبة هناك المسيح شو حكا؟ ها أنا قد سبقت فقلت لكم لا تتبعوهم وعشان هيك لما يوجيوا بيوم القيامة رح يحكولوا ألم نصنع هيك وهيك وهيك بإسمك شو بيحكي الإنجيل؟ الحق أقول لكم أنا لا أعرفكم ما بعرفكم عشان هيك أبناء كثير مهم إنه كل شيء يكون مرتبط بالكنيسة وحياة وأسرار الكنيسة وعشان هيك بتلاحظوا إنه الكنيسة تحارب في زمننا ما بدهم كنيسة بدهم إشي خليط يكون موجود في ذهن الإنسان عن الله وعن العقيدة وعن الإيمان وكل إشي بدوا يخلطوا ببعض البعض وبدهم إنهم يقدموا لنا إشي غريبة عن الحقيقة وعن الحق وعن الإيمان المستقيم الرأي وعن أرثولوكسيتنا وعن كنيستنا وأسرارها وحياتنا عشان هيك كتير مهم إنه نحن لما نروح لسر الاعتراف والتوبة نروحه ونحن عارفين إنه نحن رايحين لله نفسه مش رايحي جن عند الأب الروحي الأب الروحي هو بيكون اللي من خلاله نحن من خلال الصلاة اللي بيعملها في نهاية سر التوبة والاعتراف علينا بنأخذ المغفرة لأنه الله يعمل من خلال أسراره حياة الكنيسة زي ما سبق وحكيت وهي هي محبة الله لإلنا إنه بيختار أناس زينا اللي بيتمم أسراره من خلالنا هون بنشوف قديش محبته كبيرة لإلنا اللي بيسمح لأناس إنهم يتمموا أسرار الكنيسة هاي الأسرار الرهيبة اللي هو بيتممها اللي هو بيكملها اللي هو بيقدسها بحضوره وبروحه القدوس الروح القدس بيكون موجود وعشان هيك الأسرار هيك تتمم في الكنيسة عشان هيك أبنائي لما بنروح لسر الاعتراف والتوبة نحن رايحين عند المسيح نفسه والمغفرة بنخذها من المسيح نفسه وعشان هيك لازم نثق بالمسيح ونؤمن فيه وعشان هيك هناك نكشف كل أفقارنا كل الأمور اللي بتتعبنا نكشفها ونتركها للعناية الإلهية للتدخل نحن كتير مرات منبلش نروح عند فلان وعلنتان مننا نسمع من فلان ومننا نسمع عند علنتان ومننا نشوف شو بيحكي هذا وشو بيحكي هذا ومنضيعة في كل هذا الله معنا أبنائي وهون أهمية دور الأب الروحي في حياتنا اللي لازم يكون بمكانته السليمة في نفسنا اللي هي المكان الصحيحة اللي وضعتها الكنيسة المقدسة عشان هيك اليوم نجيلي اليوم حكى ما الأيصر أن يقال مغفورة لك خطيات أم قم واحمل سريرك وامشي عشان هيك أبنائي اليوم الكنيسة بتدعونا إنه نهتم إننا نكون خطيانة مغفورة حتى لما نذهب أمام المنبر الإلهي نكون جاهزين حتى لما تيجي ساعة الموت اللي بتيجي فجأة ووقتها بيجي ملاكنا وبحكي لنا الآن تطلب نفسك يلا تعال معي وقتها شو من نحكي كل الباقي هايوا شايفينوا انتوا بروح وأكبر شي حولينا بتشوفوا شباب بطلعوا برجعوا بالتبوت شوفوا غزة اتدمرت وفي الشي نحن زمننا بدل تشوفوا الانهيارات الاقتصادية اللي بتصير في العالم ناس مليونارية تصحوا الصبح معندوش يعبي في سيارته بنزين بطلب من جاره ميت يورو يعطيه يحط بنزين هاي كل هالحوالينا هي مؤشرات لروحنا اللي لازم نحن نلتقطها حتى لما تيجي هاي الساعة وتحكي لنا في هاي الساعة في هاي اللحظة رح تطلب روح أقير الله تعال معي ملاكنا الحارس رح ييجي شو رح نحكي وكيف رح نروح هون المهم أبنائي وقتها هناك القيمة الحقيقية للأمور لأنه كل إشي دنيوي بروح خلص ولا إشي بيبقى معك كله بيزول لأنه فاني لأنه ما له قيمة عشان هيك بنحكي في طلبتنا أحد الطلبات اللي بحكيها الشماس أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا خطيئة وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل هذا اللي بنسأله جواب حسن أمام المنبر الإلهي اللي نعطيه عشان هيك قديش مهم أنه نهتم بحياة وأسرار الكنيسة ونهتم أنه أولادنا وأحفادنا يكونوا قريبين من الكنيسة أبنائي كان قبل في ذهني أنه لما منفيئ أولادنا على المدرسة منكون حزمين معهم الساعة سبعة بدك تسحى لأنه عندك مدرسة معناته أعطينا قيمة للمدرسة وحسنا نصنع ولكن لما يجي يومة الأحد أو الجمعة حرام الولد بده ينام طب مش حرام كل يوم يسحى على المدرسة لا هذه مدرسة كيفها تفسروا لي إياها أنتوا حرام الولد هون بده يرتاح طب ليش ما يريحوا كل يوم خلوا يسحى الساعة 10 أو 11 ويروح على المدرسة ليش المدرسة معناته شو كنته سوتوا المدرسة أهم من الكنيسة هذه المصيبة التي تقع فيها العائلة في زمننا عشان هيك أولادنا لما منحكي لهم عن الفضيلة والخلاص بحكي شو بحكي لي أبوي وأمي بناقض حاله أبوي وأمي بحكي عن الفضيلة وعن المسيح وعن إشي ما يعطيهم قيمة بحياته شفتوا التناقض أبنائي شفتوا كيف يصير عندنا انفصام في شخصيتنا وشخصية أولادنا وبالتالي منفقد هويتنا الروحية اللي هي أهم شيء ومنحط أمور تانية أمام المصلحة الروحية أو كل يوم بدي أصحى لشغلي بصحى لأن بدي أخر آخر يوم راتب وإذا ما رحتش على شغلي وما ختمت الساعة ثمانية راتب بيجأ أنقص الكنيسة مش مهم عشان هيك كل هذا من أن نراجع في أنفسنا أنا فقط بعطي ملاحظات حتى ننتبه عليها نراجع أنفسنا فيها وحتى نقدر أن نشوف أنه الأهم وأنه له قيمة وأنه بيبقى معنا للأبد وأنه بيروح وأنه بيزول وأنه ما إلو قيمة ما الأيسر أن يقال مغفورة لك خطيات أم احمل صريبك وامشي ربنا يبارككم أبنائي كل سنة وانتوا سالمين النبي إليا دايما يشفع لدى ربنا في كل واحد فينا حتى يعطي الكل كل نعمة وبركة أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر